سما سما بتقول شيف نونا يا ريت تقولي شرحة عن استخدام المشروب وتنظيفه واستخدامه مع الخضار او اي استعمال المدة قد ايه على النار للنطب بطريقة صحيحة شكرا لك او حتى ترد علي وشكرا لك على كل المجهود في شغلك حقيقة تعلمت منك حاجات كتير شكرا لك وشيف سارة وشيف محمد حامد كل يوم بشوفكم عرض مستمر ربنا يعطيكم الصحة والعافية حبيبتي تسلميلي وربنا ما يحلمناش منك ولا من متابعتك يا رب طيب بالنسبة للمشروب وتنظيفه اولا المشروب لما بنجيبه ما ينفعش نحطه في مياه ليه المشروب عبارة عن سفنج لو حطناه في مياه بيشرب المياه دي كلها وبتحس ان هو سفنج طيب بنظافه ازاي بتجيبيه من عند الخضري وبتبدأ ان انت تمسكي المناديل اللي هي بتاعة المطبخ وبتمسكي حتة المشروب كده او فوتا قوت ننديفة من بتوع المطبخ بس تكون نديفة وبتمسكي واحدة المشروب في ايديك وبتبدأ ان انت تمسحيها وتشيلي اللي عليها بيبقى فيه اشرة خفيفة كده ممكن ان احنا نشيلها لو هي بتبقى مسودة شوية بنشيلها او بنفرقها بالمنديل زي ما قلتلك كده وبيبقى معانا زي الفل بنشيل العنقود اللي جوه دوت وبنشيل بننظف التجويفة بتاعة المشروب نفسه بحرف السكينة كده على الهادي عشان ما تتقطعش مننا وبعد كده بنبدأ ان احنا نقطعه ونشرحه معانا الشرايح اللي انت عايزة بقى مقعبات عايزة شرايح رفيعة زي ما انت عايزة طيب بنستخدمه في ايه انت ممكن تدخل المشروم في كل حاجة ممكن تدخل المشروم في كل حاجة بس اكتر حاجة انا بستخدم فيها المشروم بصراحة لو بعصق فراخ ممكن ادخل فيها مشروم لو هعمل نجريسكو لو بعصق لحم مفروم ممكن ادخل فيها المشروم لو بعمل مقررة بالبشاميلة وعايزة ان هي تبقى فيها فايدة اعلى من اللي موجودة فيها كمان لو بعمل بكاتة بعملها بالمشروم سواء بفراخ أو لحمة عندي قطع من البفتيك الرؤية قوي وولادي مثلا مش عايزين يأكلوه مقلي ببدأ أن أنا أتبله وببدأ أن أنا أديله صدمة في شوية زبدة وزيت أو في شوية سمنة وبركنه على جام وبعد كده بروح حط المشروم أديله مثلا حوالي ما بيكملش العشر دقايق يدوب بيتشوح في الزبدة كده يبدأ مع رشة فلفل اسود يبدأ يتشوح ويبدأ يستوي لونه نفسه بيغير ويبدأ أنه يبقى لونه بني فاتح شوية كده بنزل بعد كده عليه بالكريمة ويبدأ أن أنا ياخد غلوة واحدة واروح منزله فيه قطع البفتيك اللي هو اللي أنا أديه له صدمة ويبدأ ياخد الغلوة ويكمل تسويته في الفرن ويقدمه جمبروزة أبيض أو بطاطس محمرة بيبقى زي الفرن لو أنت هجيبيه معلب مش هجيبيه اللي هو الفريش من عند الخضري يفضل أن احنا بنخسله مرة واثنين وثلاثة علشان الميا اللي هو بيبقى محفوظ فيها بتخلي رحته وطعمه مش مصبور فبنخسله كويس جدا من المحلول بتاعه وبنبدأ أن احنا نشتغل بيك بس الأفضل طبعا لو الفريش موجود عندك استخدميه ويطلع معاك زي الفن